أهداف جو بايدن لزيارة المنطقة والقمة جو بايدن طبعا تحت الضغط من الجمهور الأمريكي بزيادة التضخم ومشاكل اقتصادية وكانت تريد أن تخفف أسعار النفط والغاز وأيضا تهدئ العالم العربي خاصة الخليجية بعد محاولة بايدن لإعادة الصفقة النووية مع إيران أيضا تشاجع الدول المنطقة لتطبيع مع إسرائيل وهذه الأهداف طبعا لم تحقق كثيرا لأن لم نرى نتائج ملموسة في هذه المجالات ويعني كثير منه رمزيات والرسائل لا نرى نتائج عملية هل استطاع بايدن تحقيق أهدافها من هذه الزيارة؟ شرحنا ذلك بايدن لم تحقق أهدافها لا أحد ليس هناك دولة جديدة طبعة مع إسرائيل ليس هناك وعد ملموس أو عمل ملموس لإنتاج زيادة من الأكثر من النفط والغاز ليخفف أسعار النفط أيضا تهدئة بالكلام فقط وهذه النتائج ولا نرى أيضا أن أمريكا ممكن في شكاوى لم تتراجع أيضا من مخاوف الأمنية يعني كان في نقاش حول الممكن منظومة الأمنية من إقليمية تدخل فيها إسرائيل والدول العربية هذا أيضا البعد يعني النقاش حول البعد الأمن لم تحقق كثيرا هذه الزيارة أيضا لإعادة تأكيد أمريكي لوجودها في الشرق الأبسط لأن هناك نقاش كثير إما بترك أمريكا لشرق الأوسط أيضا ممكن تراجع أمريكي عموما في المستبع العالمي وهذا طبعا نقاش كبير والعرب أيضا والدول الأخرى بدأوا أن يستقلوا يعني يتصرفوا مستقلا بما يطلبها أمريكا وهذه الزيارة أيضا إرادة أن أمريكا موجودة في الشرق الأوسط طبعا موجودة لكن بدرجة أقل وأيضا بدرجة ممكن فاشل إكسر فشل في أفغانستان فشل في العراق فشل في القضية الفلسطينية إذن موقف الأمريكي أضعف من السابق وهذا طبعا بايدن كانت تريد أن تثبت العكس وأيضا تريد أن خاصة الخروج العمريكي من أفغانستان فجأة بايدن فجأة أقلق السوى الخليجية ممكن فكروا ماذا يحتاج أو ماذا سيعمل بعد لو أمريكا تترك الخليج أيضا منطقة الخليجية وبدأوا أن يفكروا مرة أخرى بالاعتماد أو باستمرارية تعاون الأمريكي إما بالمجال الأمني والاقتصادي إلى آخر وأمريكا يحاول أن يهدئ دول المنطقة وفي رأيي هذا المشهد العام لم يتغير ما هي الأولويات الأمريكية المتوفرة لعدم حصول الفراغ في المنطقة من قبل الروس الفراغ حصل في الروس وأيضا إيران بدعم الروسي والصيني كغالة في المنطقة ويمكن يشن الهجمات على المصالح العربية مثلا في اليمن في العراق في لبنان إلى آخر في سوريا طبعا والروس والصين تدعم خلفائها بقوة وأمريكا تخليهم تركت السعودية لوحدها في اليمن حتى تساعدت أو تعاونت مع إيران في الملف اليمني وهذا يقلق طبعا السعودية والدول العربية وإذن في فراغ هذا حصل خاصة بعد فشل أمريكا في الحرب العراق وإحداث النظام جديد أو نظام شغال في العراق وتركها لإيران طبعا هذا الفراغ موجود في موجود في المنطقة وهناك تنافس طبعا الروس والصين لكن أيضا هناك محاولة الاستقلالية من الدول المنطقة مثلا تركيا والسعودية وحتى ممكن مصر بدأت أن يبرز بعض الملامع معالم بعض الإشارات الاستقلالية أكثر وهذا شيء طبعا مختلف من ينحاز من طرف إلى آخر لكن في كل حال هذا التنافس موجودة نحن نرى في الشرق الأوسط تنافس الدول الأظماء أيضا محاولة أو مساعي للاستقلالية أكثر وفي رأي بايدن لم يأخذ نتيجة ملموسة يعني أخذت ممكن الإفادات والبيانات لتفاهم للسوق المتزن أو توازن في سوق النفط والغاز لكن الأوبك والسعودية سنرى طبعا هذا فترة قصيرة لكن سنرى هل هذا يؤثر عمليا لكن لم نرى وعد مباشر أو عمل مباشر لزيادة الممكن إنتاج النفط والممكن تحفيظ أسعار النفط الذي الأوروبيون كانوا ينتظرون من زيارة بايدن أعتقد هذا يعني نحتاج وقت قليلا لكن لا لا نرى أيضا نتائج ملموسة في هذا المجال كيف تراقب أنقرة التطورات في المنطقة والموقف الأمريكي الجديد وكيف ستتعامل معه يعني نحن نعيش نفس المشكلة مع أمريكا العرب يعيشونه الآن يعني أمريكا حليف لا يتصرف مثل الحليف يعني يتصرف مثل المشرف أو يعني الأخ الكبير يملي على الآخرين ولا يسمع المتطلبات الآخرين ويعني فقد يصر على موقفه وهذا أعتقد الزيارة الأخيرة طبعا غير يعني طبعا بعد حرب الأوكرانيا بغير موقف أمريكي لأن هم يعني بدأوا أن يعني يشعر الدول الممكن تابعة أو الإقليمية لا يسمع كلام أمريكا مثل ما سابق طبعا في ارتباك في أمريكا في ارتباك في إدارة أمريكا يعني الرئيس عجوز جدا وهناك طبعا لو رئيس عاجز هناك مؤسسات مختلفة يتصرعون يتنافسون مع بعض وهذا يضعف صنع القرار وأيضا نتائج الملموسة والإيجابية يتأخر كثيرا وهذا ما يحدث في أحد بايدن لأن هو لا يسيطر على المشهد مؤسسات أحيانا خارجية مثلا في زيارة الأخيرة يعني هذا كانت دور الخارجية كانت أكبر و أموما كان في نقاش كثير حول الأمن الإقليمي من العالم العربي إلى آخر لكن فنتقون يعني لم يكن بشكل كبير الأمنيين يعني هذه الزيارة كانت مليئة بالدبلوماسيين ليس بالأمنيين إذن هذه المؤسسات أحيانا في ملف معين يعثر في ملف آخر مثلا الفنتقون الجيش الأمريكي يؤثر إذن في ارتباك بنظام الأمريكي وهذا يصعب أيضا يربك الحلفاء يعني هل هم يثقون بما يقول الخارجية أو من الرئاسة أو من البنتاكون أو من اللوبيات المختلفة واللوبي الإسرائيلي طبعا شغال في موضوع الشرق الأوسط في كل الملفات إذن يعني واحد طبعا يتحير بين هذه المواقف ممكن متناقضة بين المؤسسات الأمريكية والممكن مجموعات الأمريكية مثل اللوبيات والمؤسسات إلى آخر حتى الأحزاب نعم وتركيا طبعا يعني متعودة بذلك وتفهمت الموضوع ويعني تتصرف مستقلا بما يحتاجه بالمجال الأمني والاقتصادي لا ترحن على أمريكا والعرب بدأ بدأ أن يفهموا ذلك وهذا شيء موما إيجابي يعني تركيا طبعا كان في نقاش أيضا طرح في القمة من قمة العرب والأمريكان قمة العمريكية العربية وطرح من طرف قطر أن مفروض يكون الحوار الإقليمي بين الدول المهمة في المنطقة وهذا شيء إيجابي ممكن حوار بين تركيا والإيران والسعودية ومصر ويجلس هذه الدول ويحل مشاكلهم الإقليمية بينهم وهذا شيء جيد لكن طبعا صعب يعني ليس سهل يأخذ وقت ويأخذ جهود كثيرة يعني تركيا لا تنزعج من هذه الزيارة لكن لا ترى أيضا بعيدة كبيرة من هذه الزيارة ماذا تفقى في مستقبل غريب فيما يتألق بالموقف الأمريكي حول المنطقة والدول الإقليمية الهامة مثل تركيا وإيران طبعا كما قلت أمريكا مرتبكة بدورها العالمي يعني أمريكا عندها قدرات لكن مرتبكة ممكن في استخدام هذه القدرات الإعلامية اقتصادية عسكرية لكن ينقص الممكن قدرات الأخلاقية ويتصرف بدعمها مثلا لإسرائيل بدعمها الأعمى لإسرائيل في القضية الفلسطينية وأيضا بما فعله في أفغان إسلام والإراق فقط أمريكا فقدت القيادة الأخلاقية يعني لا الآن لا يستطي أن يقول شيء للآخرين مثلا في حقوق الإنسان بدعم الإنقلابات وممكن مصالح ضيقة يعني يقول هو رئيس العالم لكن يتصرف خاصة في أحد ترامب مثلا أثبت ذلك يتصرف كواحد أناني يعني كشخص أناني أمريكا أيضا تتصرف كدولة أنانية ولا تعتبر أيضا المطالب والاحتياجات الآخرين وهذا طبعا يضعف موقف الأمريكي وهناك طبعا تنافس من الصين والآن الروسيا طبعا بدأ أن تنافس استراتيجي والعسكري وهذا طبعا تحدي كبير بالنسبة لأمريكا ولا لا أرى يعني أمريكا عندها خضة لا أظن أمريكا عندها خضة للخروج من هذه الأزمة مثلا يعني تضعم أوكرانيا بالأسلحة لكن هل عندها خضة لو كاملة وشاملة لو تدافع عن أوكرانيا مثلا حتى لو روسيا تستخدم الأسلحة نووية أو تحاجم بعض الدول الهلف النيتو يعني هذا فيه غموض كثيرا لا أحد يعني يتأكد وهذا يصعب طبعا أن يحشد الجميع على الأقل خلفائها حولها إذن في أمريكا في ارتباع إذن أمريكا في ارتباك وأيضا في التراجع والدول المنطقة طبعا سيستقل وسيتصرف بما يلزم مطالبهم وأيضا احياجاتهم أكثر شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر